شكك انفصاليون مؤيدون لروسيا في قدرة اتفاقية جينيف على تلبية مطالبهم وتفاوتت ردود أفعال المحتجين الذين يحتلون مبالي حكومية في مدينة دوناتسك شرق أوكرانيا بشأن الاتفاقية التي توصلت إليها الأطراف الدولية إن تم نزع السلاح من جميع الأطراف وانسحب الجيش من المكان فأنا موافق على الاتفاقية ولا أملك شيئا ضدها إنها جيدة لكن السؤال هل سينسحبون لأننا لا نثق في بيانات الحكومة لن ننزع السلاح ونخلي المبنى فالأمر لا يتعلق بنا إنه هراء طالما لم نصوت في استفتاء فلن يغادر أحد الموقع في المقابل تظهر نحو ثلاثة آلاف شخص في دوناتسك للتأكيد على وحدة أوكرانيا وللإعلان عن رفضهم المطالب التي يرفع الانفصاليون في المدينة نعيش تحت التهديد دون خوف لقد سئمنا من الخوف تعلم عندما يقال لك كل يوم إنك ستقتل عندما تعيش باستمرار تحت الضغط فإنه ينفجر انظر إلى أولئك الناس الجميع كان خائفا من المجيء إلى هنا لكنهم قد جاءوا ما تراه هو قمة الجبل الجليدي فقط جئت هنا لأدعم أصدقائه لأدعم وحدة أوكرانيا ولأشعر بالتشويق فالأمر لم يعد بعد خطيرا في كييف أما هنا فهو شديد الخطورة موفد قناة يورو نيوز إلى دونتسك سيرجيو كانتوني يقول المظاهرة المؤيدة لكييف بدونتسك أظهرت الخيار السياسي لجزء من المدينة لا سيما بعد الذي جرى في الأيام الماضية وفقا لبعض السكان المحليين الأمر قد يصبح نقطة حول لأوضاع المؤيدين لكييف هذا هو الوقت المحليين لكييف سرجو كانتوني أورو نيوز دونتسك